رمضانكم أحلى على جوهر عفام عندما تستطيع إليه ماذا عن شربك؟ كهام 100 لنتظاهة قم Lulu Rebbe الناس تنسى اللي هي فيها حاجة صحية هامة جدا لان احنا البدن متاعنا متكون في بارشي كماء كما الكور الارضية بارشي كماء وشوية وشوية ارض ايه التوانسة في رمضان يأكلوا بارشي كماكلا ويشربوا شوية ماء يجب ان يعملوا العكس يجب ان يشربوا بارشي كماكلا ويأكلوا شوية اه ادخل ديريكت انتي في اللي في تنبك الموضوع به ايشي مرزتم رمضان رمضان كل مبروك اه بنسبة لك رمضان الشهر كيما بقيت له شهره وإلا رمضان كمام عنده طابع خاص به هو عنده طابع خاص لكن طابع ذاكه يزمو يرجع لاصلو كيم معنى؟ معنتها هو الشهر اللي ناس تصوم فيه مش ما تاكلش فيه نص نهار نص نهار تعبيه معنتها بمفهوم غالط معنتها يلزم بالعكس الميدة بتاع الافطار عند اللي عنده امكانيات تكون اقل برشا من الماكل الفطور والعشان بتاعه في سير الأشهر على الاخرين على خاطر اكل اللي عنده اللي مساني سيخد به يزمو يصدق ويزمو يعطيه الغير ويزمو يقسم هو شهر العطاء هو شهر الرجوع الى الراحة والروح ويقول الراحة تكون الروح الروح يزمو تكون متفرهدة فما تحملش الغش ولا هذي يقول لك متحشش ولا اخر يسيح ولا في رمضان خلقهم معناتها اعظم بعدها ما تصومش خير الرمضان هو ما 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 للهدوء وللطمأنينة ولللمة وللقسمة وللخبزة تقسم والالاخرين معناتها ذكا هو بسبب لنا رمضان ما ما بنسبة لي كنت يا رمضان زادة نعرف اين حاجة في شقولها طول المستمعين متاعنا انه علم نعرف اللي هشام رستم معتا حتى استدعينك على شي قلت لا ما حليش من لمة العائلة نتلم ونتعش ونحكي ونفدلك ونضحك تحب اللم بطبيعة به خطر الحياة اليومية والحضارة هذه بين الضفرين قاعدين يعيشوا فيها بخصوصك في المدينة كسرت المفهوم شوية متاع العائلة فقعدت اللمم معنات حتى في عائلة صغيرة معانتها الرجل يخدم المرأة تخدم المرأة يمشون مكتب كذا مجمع قليل ويتلمون كل مع معظمها كيكا شهر كامل على اقل يتعيشها وفرد ووقت لكل لما لما العائلية ولا خط زادت ربينها كيكا أمي يا رحمها كانت في رمضان دائما كل نهار محسوب عند حد كل ما عنده عند دخوتي ما عند فلان عند فلان عند فلتان عند جي جارنا تسدعانا عند ملتا القسمة القسمة الحاجة الباية وديما وديما يجي من بعد بطبيلة وناس الكل تخرج تخرج مش تخرج الفاضل اللي مكلتوش تخرج اللي طيب جديد اللي مش يخرج واضح من علشانا كان كل إعلامي ولا صحافي يلقى روحوا في وضعيتي وقت ليستذيف في شام رستم ولا ما أنا في وضعية متع لو حكينا نبتدي منين الحكاية كمام هشام رستم معتها الشخصية اللي سحيحبوها برشة وانسا الشخصية اللي أبدعت الشخصية اللي لحقيقة انتجاتها تشدت ترغم انه معتها الشخصية اللي أعملتها مش كثيرة على أقل على مستوى التلفزة على مستوى المسلسلات ولكن كل شخصية تعملها هشام رستم لا وتضرب وين السر؟ والله من عرش بلكش يا لخطر كي تعمل حاجة بحب تتقنها أكثر ومن بعد بالتجربة وباللي تعلمته وباللي تحب تبلغ والأخرين يعني كل الجنيروزيتيك اللي تاخذها بالممارسة بتاع الفن هذي تخليك اللي فن صعيب برشة وكانك ماكش متواضع معاها مايفيدكش ما تغريتش هيشة مرستم في يومي الأيام؟ كيفش؟ معتها ما حاسيتش انك فريمو نجم النجوم ووكلي بعيد معتها ع الناس؟ معين بعيد ع الناس فمش واحد أقرب مني بديمه مع الناس؟ معطعم ما حاسيتش بالمرحل أنا اللي نأكدونا ناس انت يتبرك الله معطعم متواضع جدا ديما مع الناس للي مش تواضع ما خدمتي ما تقفش كي ينسل السيطار الفنان اللي عندو 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 دور في المجتمع نمن بها عند الفنان عندو دور في المجتمع ربي ما معطاكش الموهبة هذية مالغيتو ولا اللي تعلمتو ولا الساكريفيس اللي عملتو خاطر مش ساهبش ويحد يقعد ممثل خمسين سنار او في تونس وانت تقول لديش باش كيفاش عمل وانت مجدسة تتحدي كبير فالتحدي هذي لكله احترام للمهنة هذي واحترام بالخصوص للموهبة اللي عطاهينا ربي إلي اللي ما عطاهي لكش باش للأنانية متاعك باش تتفخروشك المعروف ولا أغني ولا لا لا مش تعمله لخاطر اللي يزمك تفيد بها المجتمع تفيد بها الناس الاخرين لخاطر عندك الدوم دالك كوميونيكاسيون اللي تخليك تجم تبلغ في بعض أحيان رسائل اللي يجم تفل صغير مثلا يسمحهم مني مش كما يسمحهم من عند معلم ولا حتى من عند بو سعاد مهم دوك هذا اللي خليك مع التمثيل تعيش في برشة حاجة اخرين تعيش في المهرجانة الصوفية تعيش في نشاطات متاع مجتمع مدني تحب تقرب للزوية ولا تحب تقرب للناس في إطار خدمة إنه تحب تعمل تصويره به هشام رسطم ولا انتي هكي هشام رسطم اللي خاطر قلت على قل الكلمان هذه ما 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 رزقنيش معناتك في مستوى ممثلين معروفين معناتك إنه إنه إنسان بسيط معناتك ما نكسب حد شي اخطه لاحق. لنعيش بشيء بسيطة. هل تريد من الشكل تصرف في البرشة؟ لا. 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 لا نعيش بشيء. لا يعيش بشيء. تريد منزل على ستوار ثقافة. لنزل على خلال العمور وفلوس تصرفهم في السفر. في البرشة في الصفر وبرشة في القيمة اللي عند الناس اللي انتي يجبك تلبس مليح ويجبك تكون كذا وكذا 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 معانيتها مش سهل اما مش قاد نعمل شجاني تفاق دي كونت ماسي با دي كونت سك انتي عامل دي ساكريفيس للمهنة ديه والساكريفيس هذي كسان اللي قولي سوكتو لتوا معانيتم عملت انتي اختيار والاختيار هذيك كان جابلك السيليبريتي السيليبريتي هذيك هايزما هتمشي للاخرين مش تقعد عندك انتي معانيتها هيشام رستم اللي الناس تشوفوا في التلفزة ولا في السينما رجل الاعمار بالسيكار بتكرع بالفاخرة بالدار اللي بالبيسين مش هذيك هيشام رستم في الديد لا هذيك التصويرة بطبيعة بتخطر هي الدنيا لكلها تصويرة الدنيا اللي عايشين فيها الكل احنا قاعدين انا وايك في استوديو هنية قدامنا ميكروزة واحمر يشعل بتاعي مش تعريش نية حلم ولا ولا الواقعة حتى حد ماجم يعرف لا واقعة شنو مش داخلنا في حلم بحلمة بطبيعة بان اتي باكش متقابلين في حلمة نوياك ايهي تاجه تاجه متكون الاختر الاختر لا حبيت نقولك اللي مش كال الممثل اللي في حياته وفي مسيرته يتقمص عدة ادوار كل انسان كل بشر الي خلقه ربي متقمص هو بيده وعدة أدوار في حياته كاملة وحتى لحياته اللي قبل الحياة والحياة اللي بعد الحياة شنية أكثر حاجة ممكن مقلقة هشام رستم بعد الكاريير هذي الكل اللي قلت ما صابها ما صارتش لا ما بعد الكاريير موفيتش الكاريير أنا ما زلت مغرومة خدمتي ونحبها خدمتي ونحبها لكن طموحاتي كبرت أكثر مش بعد ما عدتها بعد ما وفيت الكاريير ما نحكي الكاريير طويلة اليوم اليوم الكاريير نحبها تكون الفائت الفن متبعه قبل كل شيء معنى تعالى خاطر دائما الفنان يحب يوصل أعلى درجة كما الثلاث يحب ينجز زوزو متر وخمسين وبعد زوزو متر وثمانين ولا الاخر يحب يلوح لبواء خمس عشر متر معنى التحدي معنى تذاك الكل كان من تدخلش في خدمة مهما كان حتى دونتيست ولا معلم ولا متوظف في إدارة الاخرية كما تعمل هيش بحب ومحبة وتساهم فيها من طريقتك من زويتك الصغيرة في الفائت البشر الفائت والمستوى بتاع البشر لا يجب أن يفعل شيء أخرى والمجتمع متاعنا على الأسف عمل ضغوطات قوية برشا على الإنسان اللي يخليه ما عادش يرتاح هو وكما قلت أنت هو وروحه ما يقعد لكن لاحظ فهم الناس ما عادش تحب السيلانس اه صحيح ما قلت ليش معنى فما حد شيء في حياتك ما تمنيتوش صار ما تمنيتوش صار كما صار على الأقل لا والله لا والله لا تعرف عليش على خطر سيروفير معنى تتعود لا على خطر كما قلت لك الحياة ما يخذها كأنها حلمة ما يشبل من جد وفماش حاجة تشبه للدنيا أكثر من المسرح المسرح هو الدنيا معنى كيتفهم المسرح وتقرى المسرح منذ 3000 سنة من الأشيلة لأخير هي كيتتقرى المسرح تشوف اللي هذي وكل هاللعبة والأدوار تقمصتهم وتعرفهم وكل كنقرية المسرح المسرح درس للبشر كدواء نشكو مجرزون دوائت نشكو متعالج به نفسيا من غير ما تمشي البسيكاتر وتهلك روحك بالدوائت غير كباغ الميدتاسيون والليوغا والريسبيراسيون وإعادة النظر متع روحك مع روحك وتسامح الناس الكل وتحب الناس الكل وتنحي الكروهية والعصب والعيات والصياح وتنربيز متاعك وتنحيهم شوية بشوية حتى تقول إنسان هادي رائض وقتها تجم تبلغ رسالة واضح إحنا اليوم بش نعمل وزوز حاجات مهمين اليوم الفلاشباك اللي بش نرجع بيك فيه اللي هيشام رستم من نهار اللي تولد حتى لليوم واليوم بش نهزك القدة ونرجعك رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية هيشام رستم أما هي أحلى عندك القدام ولا نرجع بالتوالي الحاضر على خاطر تحب تعيش حياتك تعيش الحاضر تعيش اللحظة تعيش اللحظة الماضي ما تتجمش تبدله والمستقبل ما تعرفوش وكاننا دوقت تقول أنت خلنا استمتع باللحظة اللي أنا عايشها وكانش تعب لا تعرفو اللحظة اللحظة هذيك هي اللي تخليك أنت تواجه المستقبل بشجاعة وتتخلص من الماضي بتتخلصش تكاركرة في حياتك كاملة اللي عمره 60 سنة عنده 50 سنة شكايري كاركرة فيهم وراه واضح سيشام شنولي ما زالت تذكره قبل ما تبدأ القرية الساعة قبل ما تدخل عالم القرية مناش ما نقول اللي أنا عالم القرية مولود فيه لأنه والدي معلم من اللي أنا صغير قبل ما ندخل نقرأ يزني معه المكتب بتاعه كان معلم فيه من شرف وعزيزي كان مدير مدرسة الصدقية اللي أنا نقرأ فيها وقبل ما ندخل للعام لول نتفكر روحي وانا صغيرون صغيرون عندي تصور صغيرون صغيرون تصوروا مع الولاد كان منلي عمري عام عام ونصه يهزني يهزني معها عزيزي للمدرسة والساحة وانا قاعد بيعطينا الولنزينة ونبدأ نصور معنى انت تتولدت في العالم هذيه متاع المدرسة والقرية وفما حاجات قاعدوا في بالك تتذكر المعاملات كيفاش كنت؟ معنى كانت فما ضرب كان فما عيات كيفاش كنت تربيتك؟ الحمد لله معنى انت في عائلتنا الكبيرة معنى انت عائلت امي وعائلت والدي جزء عائلات كبار في تونس كانوا لكل هم ناس عندهم عندهم مبادئ والدي شيخ جامعة الزيتونة عندهم مبادئ في التعليم والشيخ اللي يحكيوا عليهم ولو الشيخ والدي عمره مقالي يصوم مثلا بتحر يحب تصوم تصوم تحضبها رغم هو شيخ رغم هو شيخ عمره ما يقال لك يجا نعلمك تصلي ولا يجا اقرأ قرآن حر كما تماما لأنه هو معلم كنتي حر معلم هك عندك الكتب قدامك معلم عندك كتب يهزك نمشي للبير سايتكى عشوخة صعاب سيهشام وهوش صعاب بالكل كانوا ناس صحاب فدلك وصحاب قعدة وصحاب غناء هم يغنيوا الملوف ويغنيوا الغناء السوفي وسيدين بالحسن الشادلي لا معنى أن الناس اللي هما معانتهم عندهم طاقة إيجابية قوية تخلي إلي أنا واحد من الناس الحمد لله يا ربي تربيت في جو عائلي فيه برشة السامح وبرشة أخوة ومعلمين يعرفوا بعضهم تفكر فهم معلمين جايين من سوريا ومن لبلان يقرروا مع والدي في بن شرف في الأخيره معانتها 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 وعزيزي يرحم كان يحب برشة المسرح كان كان المسرح من مؤسسين مسرح الهوات في تونس عبد العزيز صاحب الطابع مع مع زمرلي مع محمد الحبيب مع الناس الشيوخة متاع المسرح التونسي اللي كونا احنا واللي خلى حتى الزغزغ الزغار اليوم سخيبر ورحم ديفو دات على خطر ظهروا دقيقتين في التلفزة سخيبر ورحم تعلموا ما معانتها التمثيل التمثيل اللي راهو فيها عروق قديمة وعنده المعلمين وعنده الشيوخة متاعوه هذا تعلمت تحت دين الناس كبار كمعلي بنعيات هذا يخليك ديما تكون طموحاتك قوية معتما موش اللي حضري ززي مش مش بلفيت تنرجع للسينما والتمثيل والمسلسلات والدراما اليوم كيفاش يراه فيه ساعة صرحت بيه وكأنوك متحبش تحكي ياسر على العائلة بمنطقة انا حبيت نسألك مثلا عائلتك كنت كبيرة فيها برش اخوات بنات ولاد التربية كانت صعيبة مش صعيبة حكيلي العائلة ما شاء الله كانت كبيرة لأنه في عائلتنا فهمة في الدار والدي والدتي يرحمهم كل وعمتي يرحمها واحنا ثمانية ثمانية ولاد وبنات ثمانية ولاد وبنات وعنا خالي اللي خالي هو أخت هراش الكبير معنا عايش عايش معنا وعنا بنت بنت خالتي زيدة اللي هي والديها اللي يخدموا في القروان أما الساكنة باحدنا في تونس خلت تقرة في تونس معناتها عائلة ما نادل نتلموا عشرين واحد معناتها عطاولة في الطاولة معناتها ومبعد وبعد بشوية بشوية الناس كبرت واحد الكلة تفرزت واللي هي اللي هي عرس واللي كده واللي هي مبارشة عائلات لكن الحد الآن معناتها احنا محافظين على بعض المبادئ متاع الأخلاق ومتاع الاحترام اللي ما يتبدلوش مهما كانت تظروف وساعات معناتها ما تقولش عائلة أغنية معناتها عائلة متوسطة معلمين أقول لك عائلة متاع معلمين معناتها ما همش المعلمين دولتوكم هم حاجة كبيرة معناتها حاجة كبيرة معناتها نسان كو نروحوا بروحوا ما همش عندوش متيازات لا متاع وزير ولا متاع معتمد ولا متاع فهمتش نخصو الرئيس بلندية ما عندهم شه نشر وأراضي وورث عندهم 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 عند ذاكا توراث ما تجمش متجمش تسايبهم ما هوش هذك اللي تجم شي بسال امبوخطون أما تجم تبني بها عائلة تجمت 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 أول وتعليم جدا ما ما كانش كيمتها وتعليم معناتها كان نبدو خمستاش او بعتاش نولد في القسم ونقراو بالقديس باحة عربي العشية سوري وبعد وبعد الأربعة متاع العشية تعمل سبورت تعمل مسرح تعمل ما شنو معناتها حياة متاع الطفولة ما شاء الله معناتها محفر فيها كل إمكانيات مش تعمل نخبة وبالمجد خرجت نخبة أكثر أكثر حاجة منسيتهاش في توفولتك قعدت في بيلك معتها الظلم الظلم شكون ظلم لا مش ظلم نشوف هما فما ناشى أكثر الظلم معناتها شوف الظلم فما تشوف ناشى الظلم في الدنيا شوف الظلم في الدنيا نشوف الفقير نشوف المظلوم نشوف الولد اللي يتبهبر ويتجذر على واحد اخر يضربه خطره ضعيف ولا يسيبه ولا يشغل كرتابت ولا يهده معانتها لكن هذيك اللي نشوفيلي هي معنات حاجة انجيست وولا لك احنا اثرت في شخصيتي خالاتي انا دائما الحب هو بالنسبة لي انا اهم حاجة في الدنيا لو كان اليوم تحب تعود ترجع للفترة هذيك شنية الفترة اللي تحب ترجع لها قبل القرية البتدائي بعد الباك اميه الفترة اللي تحب ترجع لها الفترة اللي تحب نرجع لها هذي نجم اقولك ما بين عشرة سنين وعشرين سنة قاتل الاخرين والد حاجة انسناع واعي معنا تحليت عينيه وتقفت وقرشت عاشت ثلاثين سنة في فرنسا معناتها وزورة العالم اجمع بخدمتي الاخرهي معنا زورة العالم الكل وقت اللي نرجع لتونس دائما فما احساس باللي هذيك هي امك ويزمك نهار ترجع لها كي تمرض ما تخليهاش فحولت الثلاثين سنة باكراوند اللي تعلمته في وفى اوروبا وزورة العالم الاخرين ما كونش كالممثل كان الممثل كون من خصوص الانسان ثقافتك الانسان الثقافة الثقافة حاجة اخرى معناتها الثقافة التعلم ولا معناش باحساس ناس كله كله فمش هذيك هذيك من ثقف هذيك مش متثقف اليسرح في الغنم متثقف وشاعر وموسيقار ويعز فعل فلوت وفيل اسوف اكثر من الخمسين الفهر رجعت بي اما العشرة للعشرين السنة علش الفتر هذيك هالخطر هذيك اللي ظهرتلي فيها برشا حاجات غامضة مانيش فاهمها هتفاهمها تبعانتها اليوم اي لا مانيش فاهمها حاجات غامضة علش دائما معانتها تيميديتي وديمة منعزل وديمة ما دخلتش في جروب عمري ما دخلت في كما أولاد عمري معانتها كي عندهم باندا ودرشنوا أولاد حمان ديمة واحد عليش اللي خاطر نحلم تحلم بايش نحلم بحبرش حاجات مره موسيقى مره غناية مره فيلم مره معتا حلمتك مشكي ما حلمت اللي جنلي معاك وقتها معتا تحس روحك مختلفة عليهم اي يمكن مختلفة اي معتا مش نفس الافكار مش نفس الافكار مش نفس الاحلام لذلك الافكار هي بيدها اما الموتيفات المسببات عليش انا نعم في المسرح مثلا بالنسبة الاخرين عليش اعمل في المسرح فبا برشة طرق برشة ناس تعمل في المسرح عليش حاب يعمل المسرح حاب يومي نجم ويطر في التلفزة فبا لا يحب يعمل المسرح حاب يعمل المسرح حاب يومي لتحسينه ولا بش تعاونوا في حياته فبا برشة طرق يموت عليه تمثيل هذا يتصور الروح وباطل السورسان والناس تصفق وان الموتيفات الموتيفات المتعه هي الموتيفات المنسانية بعد شوية نحكيه على الموتيفاتفين الإنسانية ونحكيه على النهار تلخذيط قرار إنك تولي ممثل وإلا جات بالصدفة فاصل ومكملين حوارنا مع ضيفنا هشام رستم موصلين معكم حساريتنا للليلة ضيفنا هشام رستم لحظات يظهر لي مع عيد ميلادك بالضبط معتها أنت بش تولي فخمت الرئيس معتها الكادوم تعيد ميلادك هذا تولي رئيس هك رديتني رئيس جمهورية في مدة ربع ساعة ومش تقعت في مكتب الزعيم لحظة بركيبة أنا رئيس جمهورية النهار قديش اليوم بحلي بسهر خمسة وعشرين مي حد حطوها في البلاكة خمسة وعشرين مي رئيس جمهورية من خمسة وعشرين مي حتى الستة وعشرين مي 2019 منبا ثلاث سويعاتك وش عمس شنو لي أنجز تنشوفوا الإنجز والله تنجم تكون عندك برش إنجازات في هكا سويعاتين اللي عديتهم على الوانتين خطو فما ناس تنجم تبدلها أفكارها هشيم رؤيتهم كيفاش اختاري ولا ممثل ما اختارش ما اختارش الصدفة لا مايش صدفة ما لا كيفاش صحبت علي ما تجبتك بش نسئل ولا تسئلني هشيم هشيم كيف حكاية المكتب كيف حكاية المكتب لقيت روح الفعيلة بتاع معلمين بتاع مدرسة والأخير والمسرح والموسيقى كانوا أيضا موجودين في الدار دائما لخاطر عشت في عائلة اللي هي تحب الموسيقى عندي عم تتحب اسمهان يتحب فريد لطرش يسمعوه مزوز لا فهم لا تلفزة ولا حد شيء يسمعوه الإذاعة يسمعوه حاج كلوف يسمعوه المسلسلات التاريخية يسكروا الراديو ويحكيو يتلمو يتلمو يحكيو هذه فترات تتعلم منها عدة حاجات كيفية وقت اللي لقت اللي أنا عزيزي يرحمو يهزني معاها كل نهار أحد الصباح نتفرش في فيلم سيني كلوب وحدة وحدة دخلت كي زريق الحمدولي مبثل ماذا فمش يا باح يا باح يا باح أما تعرف قلت لي قبل حاجة عجبتني على الأخر وشدتني وممتون خلتني نسأل هيشين مرستم قلت كل واحد يدخل على أبجيكتيف هيشين معلمة أبجيكتيف تخل قلت لي أبجيكتيف إنساني يا ما كيفيش مش نفهم معدها شمعناها اللي خاطر أنت كإنسان بش تبلغ كلام البرول البرول هذيك جاية من قديم الزمان نحكي على المسرح 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 المسرح ستتن بارابول ولا فمت مالت إن فيجور دو ستيل مش هذكا ليز مو يطبق أما بش ناس تفهم اللي المسرح هو مبني على تثقيف المدينة المسرح عندما تنظروا التهاتر بش يطبق لش يطبق المسرح يطبق لش يطبق المسرح لش يطبق لش يطبق المسرح في تاريخ الإنسانية ما هي الدموكراسية هذي كيف يطبق على تثقيف الناس يطبق الخوف وينظف ما يسميه الكاتارسيس لش يبدل الإنسان ينحي الطاقة السلبية ويعوضها بطاقة إيجابية ويأخذ الطاقة من الكون ولا عنده فماش حكاية الدين ولا صنب ولا حد شيء المسرح المسرح هو خيال للواقع مش تفهم الواقع قبل ما يظهروا الأديان فوقت اللي ظهروا الأديان الأفكار مشات فيه فيه ثنية كياسات مسطرة الدوكماتيك والشريعة وكذا هذا كباهي لأنه مجتمع تكون كما لقرأت كونه والإسلام كون مجتمع وحضارة إلى خريه لكن نفقد العلاقته مع الخالق مع الله مع علاقته اللي هو واحد مع الله ولت مع أشخاص ولت علاقة مع أشخاص الشيخ والجاذاء والأعمام ورب تشكين دراوين في السماء ما وش في السماء ما عندك يتوصل المفهوم هذية ومن خلال الثقافة الصوفية ومن خلال الشعراء الكبار كما جال الدين الرومي إلى خريه وشمس التبريز وحافظ والحلاج ومن عربي تولي تشوف تشعر المسرح اللي تعلمته في السنين هذيك الكل وقديته من خلال دي ما نقول مسرح مسرح إذاعي مسرح تلفزي مسرح سينمائي كله مسرح القلب الحكاية هو الممثل نحي الممثل في هذو ما الكل لا فهم حد شي نحي الممثل المسرح نحي الممثل من السينما نحي الممثل نحي الممثل ما فهم حد شي كان دوكومنتير يتصورون السيودة وعندما نتعلم منهم كان المسرح والسينما والتلفزة والوسائل هذه بتاع الإعلام الممثل لا تتحرك المجتمع لا تتحرك الى مستوى اعلى الى مستوى اعلى من ناحية الفيبراتي ومن ناحية صحته ومن ناحية أفكاره وراحت وراحت بالو إلى آخر لا يبدأ بالمعصاب رأولو كان الحب يتوازع فالعالم مجمع لا تتحرك محروبات المشكلة انه ينجم يكون العكس هو الرسالة اللي يعملها هال ثلاثة الحاجات اللي تعمل تحكي عليهم اللي هما المسرح والسينما والتلفزة ينجم يفسد اخلاق الناس نجم يحبط لهم النبو بحهم ونجم ينصر العنف والكراه هي بناتهم هذي شنو دور دور المنتج ودور نجم اقول لك حتى وزير ثقافة ولا حتى رئيسهم غري اي كان موجة الثقافة الاهتمام والخصوص بالثقافة على خاطر الثقافة هي اللي تعطي الصحة كي تبدأ الثقاف عندك صحة جيدة عندك تفكير ما تقرفش وما تعملش في ما عديوهيش عليك فولا ما عديوهيش عليك تعرفش كنت تختار مخط مخط موش بالسينفليونس وبالواحد مش بال معنا أنت برشة حاجات الذي كما تعملش في نهار ونهارين وعشر سنين هذي كزمة تبدأ تتكون من اليوم مع الأطفال المتاعنا اللي عمرهم الخمسة سنين الخمستاش للثمونتاش بعد فوق الخمسة عشرين ثلاثين وفات تيرميني معطا يفوت خبايا الجنيراسيون طبعا شوانا نرجع لحكي هذي ما هشام رستم معتها أنت قتلي طوى هذا الوبجيكتيف متاعك اللي اخترت من أجل أنك تولي فنان حققت جزء منه حققته وإلا ما حققت منه شيء قاعد يتحقق شيئا شيئا وإن شاء الله نوصله اللي كان موجود قبل اللي كنت مثلا خدمتي كممثل هي البرتية باراند والايسبرغ والخدمة الأخرى كان ديما موجودة كنت في باريس كنت مناضل مع الفلسطينيين وكنت ضد الحرب في الفيتنام وعملت مظاهرات ودخلت في الحزب الشيوعي الفرنسي والسي جي تي والنقابة الشيوعية وإن شخص ودخلت في الاكسترام القوش ومرة مويست ومرة درت عليهم كل حتى واحدة ما قنعتني طرت عليهم من كل حتى واحدة أما أنا بشي أركز شوية على حكاية فلسطين هذه شنو عملت بالضبط معنات أنا حب تحكي لي شوية على الفترة اللي عايش فيها أنا في باريس وكايتوديون وبعد خدمت إلى آخر هي معناتها من آخر الستينات حتى للثمانينات التسعينات معناتها أنا عايش في باريس كممثل كفنان ومدير مهرجان أيضا مدير مسرح وأساس برشة حاجات والعمل المتاعي السوتيران اللي هو الكوتي نانفيد للأيسبرغ سيك في باريس في فرنسا نخدم في المسارح الكبار ومصور أفلام ومسلسلات إلى آخر لكن العمل المتاعي الاجتماعي كان هو لفاية العمال المهاجرين التوانس والزيارية والمغاربة العرب اللي موجودين غاديكا باش نخليهم يحافظوا على ثقافتهم يحافظوا على على هويتهم ويعطيهم المثل لخطر هذوكما صورة بلدنا في الخارج هذوكما باش تتعديها بالثقافة بالمسرح بالسينما بعد التظاهرات هذيك اليوم بعد ما رجعت لتونس بالطبيعة الطابع الاجتماعي كان دائما يهمني لكن كنا عايشين في انفيرونمان اللي مايخليكش تتحرك متخليك تشجم تخمي ميخليكش تتحرك ميكش حر فبعد الاربع تارجان في الحرية هذيك الي جات ما جاتش لفايات الابداع والطمأنينة والناس تحب بعضها الاخير هي جات للكورو هيا وجات لحاجتها كاك هذيك الطاقة اللي هي إذا ما تتقلب الجملة وما تتقلب كان بالليبون بولنطية بتاع كل واحد يعني مجهود باللي نجم مش يعاون غيره لاكثر ولا أقال ما اللي فهمت كانت تدخلت في المعمعة السياسية في الأفكار السياسية باش من سميش الحزاب والشيوعية والجوة ذاكة قلت لي قلت لي أحكي لي على الماضي أحكيت لك على الماضي وقلت لي أحكي لي إديولوجيا لما كنونك نعم والا قلت لي فارغة نعم لما لما لقد قلت لتونس لماذا لا أخذنا سنة 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 بعد قلت لتونس و جاءت 14 جانبي قاعدت نشوف نعيش قلشالية تونس قاعدت تعيش نفس الفترة اللي نعيشتها في باريس الاخر الستينات والسبعينات هك الأحزاب اللي يأكلوا في بعضهم وكذا وفميس واحد ومن هون يأكل دوغول فياييسان والاخر مايس واسانتوية ثورة فمت والمجتمع لكل شباب كبير اللي ما عطوه شحظوا خلاوا حتى لن ثار حتى لن خرجوا فكرة اللي ناقصنا في تونس هي ثورة ثقافية الثورة الثقافية هذي كمهيش ميعملها كان الشباب متاعنا احنا كفنانين كيخوط لك عندنا دور الفنانين في المجتمع اللي هو الدور هذي باش تشجع باش تعطي كل مكانيات كل ما تنجم للشباب هذيك باش كي يوصل اماتوريتي يجب يبدل المجتمع التونسي ويردوا مجتمع حقيقة متاع أرض سلام متاع أرض تسامع متاع أرض أخوة متاع أرض أرض المحبة أرض الناس اللي تحب عظها لخاطر تونس صراحي عندها خصوصية اللي هي هذي ما زلت ممن بالأفكار هذي هشي مرستم بطبيعة ما ممن بها لخطر قلت لك ما أنت ما أمنتش بالإيديولوجي الكل كما قال كما قال بردال قال ال 20يام سيكل سيكل الإيديولوجي ال 21يام سيكل 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 يعني الروحانيات في العصر هذا يمتعنا اليوم في تونس اليوم حاجة هامة جدا لتثقيف الروح متاع العباد باش تتغير البرمجة متاحهم من سلبية لبرمجة إيجابية كان دينيا دينيا فخمت الرئيس اليوم الأعلى في أوروبا في أوروبا عندهم كارنفال يعملوه يقلو الجورنة في الشط في الشط مثلا قلو يجد مالك مدد النهار برمجة اللي سنة تبعوه توانسا في مسلسل طويل مسلسل اسمه مشاعر شد الناس من الحلقة الولى وقتش يظهر يشام رستم في المسلسل اللي يظهر هو بخطر الكون ديكو باش تبدل لما هو في السيناريو يظهر من الحلقة الثمانية من علش الوين وصلوا وصلوا وما توا اليوم طواحنا اي صحي تاي هو البرسوناج هذي مبني على تسعين حلقة فيما يظهرش من الحلقة اللي خدم مع التسعين حلقة معناتها موجودية حتى تعمل في مسلسل وسلم tietؤوس السيري سيري اوه من علش بالعربية كيفية تقريب من عنده اسم!! هذيك عجل ليشją سيري عربي ولا اخل ليش他說 سيري عربي لا علي خ قدوسهم سيري لا كل ما ق شام به اسم بالعربي القانون بتاع السيري القانون ماوووووظه نحكي بتاع السيري مش القانون متاع العايكى القانون الفيو درابي متاع السيري ماوووو товب يتعدى تجربة القانون الدرابي بتاع السيري هو اللي الشخصيات يلزمها الكبيرة اللي بيش تشد ثلاثين أربعين حلقة بعد بيش تظهر تحرق روحها ملول يلزم ديما فما تدرج ديما فما شكول ياخذ الدور الرئيسي ملول حتى مدة عشرين خمسة عشرين حلقة أحد شي تسمى الثلاث بتاع السيري بتسعين من بعد يمدى يغيب ولا يتقتل ولا تبدل الحكاية شو اللي اقنعك في الشخصية بش قبلت تقوم بيها؟ والله هو أنا اتفاجأت ساعة بحاجة بعلاقتي محلاها مع الفريق التركي المخرج محمد السيم محمد كي شافني كان متصور شافني عتصور وشافني في بعض الأعمال كان ممثلة أول مرة يشوفني متقبل شو معك فاس فاس متقبلنا في القناة هو قعدة كيكا لا يحكي لا 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 عربي لا انجليز لا فرنساوي لا حدش يحكي كان تركي ومعه جوز مترجمين مترجم مترجم فرنساوي مترجم تركي متوزم تركي متوزم تركي ومزنبع ليش غطوكا لا حاولنا ننتزل وابعدنا ومتكلمش برشة متكلمش برشة واحد وكلو سكت 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 وبعد فالاخر قلت بيه شنو اخرتها قال لي والله انا في بالي بش نعتيك دور كيشفتك دور اخر تقلبت المعطيات معتك عايتولك ما عايتولكش على الدور اللي عملته توا عايتولك على دور واحد اخر قالوا لك تعدي دور بتاع واحد باندي بشو مركة شافيق الحاذق ولا دابير كل مركة هذيك اللي عملتم ديجاه خمس جناف مرة في المسلسلات التونسية ما فيوزي وبي دي جي وممتون اللي مجرد انه تقابل معاك مازال حتى ما حكيتوش مليح مليح بدل المطور لخطر كي دخلت هو عندو شخصية اللي هي كانت صغيرة اسمه ناي زين اللي هو بالتركي معناتها عازف الناي اللي هو انسان متصوف عايش في دار كبيرة يستقبل فيها الموريدين بتاعه والتلامذة والطلبة بتاعه يبلغ مدروسه بتاع ابن العربي بتاع كده بتاع كده وقريب برشا للناس قريب للحواته دي ما يحمد يصطاد مغروم البحر الاخره البطل المتاع الفيلم هذي سيد طهر يعرفوا بعضهم اللي هو صغير يعرفوا يعتبروا كي بوه محسومه يمشيروا بشي شاور يقولوا مثلا نهربت علي المرأة وليه ثلاثة أيام معتاته مخبرها شنعم يعطيه ما يقولوا شنو مشتعمل يعطيه كل عبرة يعطيه كل لغز كل واحد اللي هو يسموه يحلوا من بعد بشكل الفرسوناج مشتريوه هذيك بشوية بشدر اللي هو الداخل في اللعبة من من باب الكبير ما آه دكار معتها هذي الكل تبدل في لحظة انه تقابل معك كاهو ام ام فرحان بالشخصية هذي فرحان بالشخصية هذي اما بجلت متشوق مش نعرف شنو اللي مش يصير البعض خاطر ماناعرف حد شي لا أعرف أي شيء بالسيناريو كيف أقبلت مع هذا السيناريو؟ أقبلت بالحديث مع المخرج الذي أتحدث عن المشروع أعجبتني الفكرة منتج تونسي الذي يغامر مع منتج جزائري وفريق جزائري وفريق تركي وفريق التوناس بحديثة يظهر من دراما في التاريخ التونسي أو المسلسل التونسي في حديثات تونسي مع جميع بلدان أخرى تتكلم؟ يقولون أنه هو الذي أتحدث قبل أجل أن تذكره هذا يجب أن تذكره لقناة جديدة اللي هي اعطت الهوية بتاحها اللي ضغطتها بتاحها كأنه قناة الدراما مش تفرض روحها كقناة الدراما ومش توزع المسلسلات التونسية على طول العام التونسية على طول العام معتا فرحان فكرة أنه ما عادش عنا حكيت مسلسل في رمضان فرحان اللي أنا دخلت في عائلة لأن أنا هكي كان نخمم كفكرتي كفنان بش نجم إنساهم إنساهم هذك اللي علمني زاد المسرح المسرح هي فرقة هي عائلة تمشي تتجول تعمل تورنيه مع بعضها من المقال بقعة كيف كيف معنا تبنسبة لنا هذي عائلة لقيتها فما الناس عندهم خبرة يحبوا يعطيوا صورة بها يحبوا يبدلوا حاجة يحبوا يشاركوا في نمو حاجة أفكار يشجعوا الشباب بالاخرية أنا فيما بحاجات اللي لحظتهم زادت طلتك عزيزة معتا على التلفزة هشام رستم اختيار منك وإلا خوف من المخرجين على أساس شي مرستم غالي عليهم ما يقبلش اللي جاء بلكش انت زادا ما تقبلش اللي جاء بالحق ومش أي دوري ما دولك ترضى بيه شو والله من طايح من القيمة المخرجين مش نقول لي أنا كذا ولا كذا لا بالكل معنات المخرجين عندهم كاستينغ معنات عندهم مسلسل فيها دوار ويدا بيدا وشام معناتهم ما مهمش يعملوا في حيلة هما مش قاد يحاولوا وقلوا نزمن نخدم كذا عندهم كاستينغ يزموا ويزموا فما الشخصية تركب فتركب ساعتاج من تكون أنت في حالة في عمر في وجه في حاجة في ديسبونيبليتي في ما يدي تخليك ما خمامش يقول لك فم عنديش دور لك ولا يقول لك دور صغير يحشم بشي قول تقول لك هشام رستمج يعمل دور في أربع أيام تورناج على ركو أنا لامر خمامش هكيكة بالنسبة لنا أنا قطل لي فما مخرج باي ومثلين حلوين وعائلة باهية وكل وتخدم معها مرتاح حتى معنات مهمش معنات المفيد هو اللي أنا في مشاعر نجم أقول لك صورت كان ثلاث أيام قش علي صورت شهرين معهم معنات والله هذيك المفيد والحاجة اللي يمكن برشة تونسا ما يعرفوها هيش ما برشة تونسا يعرفوها اليوم إنك تمثل في المغرب بطل كبير إنتي في المغرب في رمضان في المغرب وليت موجود تقريبا في مسلسلات المغرب 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 بلادة عز عليها برشة من قبل ما نمشي نخدم في المغرب من قبل ما نمشي نصور أفلام في المغرب لأن عائلة أمي هي فيها شتر عايش في تونس وشتر عايش في تانجا وفي كازابلانكا معنات عندي شتر عائلة أمي معنات نجم أقول اللي هما مغاربة لكن تونسا تونسا عايشين في المغرب منذ الحرب العالمية الثانية مش هوا كمعالمين مش يدرسوها دي كالآخرية فنمشي ديما المغرب الآخرية حتى لنا الصنارة خطفت نهار مع نبي العيوش كي عايتلي مش نعمل معها هوا تابا للاوانسي اللي هو منتاج عالمي مغربي عالمي كنديان فرانسي في دي جراند فودات معنات فيلم ضخم كبير صورناه بالانجليزية ومبعد فيلم سلمة بارغيش اسمه الوطرة الخامسة صورت فيه دور أستاذ موسيقى اللي بلهجة المغربية عندي كوتش خدمت معها ثلاثة شهر مش اللاججات إلى آخره هي ومبعد مش هاتل سلسلة درموجينة اللي هو مش أكثر من 11 مليون متفرج 11 مليون متفرج معناتها في الموسم الأول عشرة ملايين في الموسم الأول 11 مليون ونصر موسم الثاني معتها كيفاش تعلمت لهجة مغربية تكلمت معامل تونسي شحصية معاون صنعة مش مهمة دك دبا راسك تحبت تعمل دور رئيس جمهوريز ما كتقناع ناس بلي أنت ريال ما رئيس جمهورية مش تتمثل دور مغربي ولا دور دور جمسي زار كيف كيف بينكم بنروحك اليوم الدراما معتها أنا نعرف لي أنت متفرج برشة ما على الأقل رأيت وصلك الأفكار اللي قاعدة تتبث فرحان بها راضي تقول يا ريت ما هيش هكة في تونس ما هو السناعة؟ الدراما أي عموما؟ ما شاء الله سناعة في تونس انتاج حلو برشة كل عام هكة ومعانتها مشاريع متاع ناس شبين الموجة الجديدة متاع الدراما التلفزية التونسية كما مجد سميري كما والد موشنق كما كما مايقلقكش يليس مخرجين معانتك بهين مايقلقكش يليس مروسهم مايقلقكش يا رسم إنه يعتولك مخرجين ديجون كما هكة ويقرّيك درسك بشتوالي تعمل دور معين؟ بالعبع لأنه المخرج يعتي درس لأنه يقولك unsli يعمل هكة وطور هكة وقد هكة المخرج الحقيقي لا يعطيه درسه عمري لم ترى مجلس ميري أو مديح بالعيد يعطي درس يعطيك التصور وين ماشي خاطره هو المتريز السلس على كل ميوند لكي أنت يمتريز كل ميوند لذلك يجب أن تبدأ لديك ثقة كبيرة فيه لكي تجعله يعمل وانت تخدم بريب لكي تبدأ موجودة المفاهمة كما نعرف برشا ماشاء الله نعرفهم كل يعملوا ومشلسلات حلوة وناشحة هذيك سيئة لذلك المناس اللي تعلموا كيف يعملوا وغلب بيتهم مثل مثل ما نقول بالعكس أن يظهر لي جيل جديد يجيب فيه حاجة جديدة ولو حتى نساهم بحاجة قليلة بالعكس نحب نشجع واضح قبل ما نعطيك البوفوار نرجعك فخامة رئيس الجمهورية هشام رستم الله أعلم نقدر عليك ولا ما نقدرش خطر ساعة ساعة الكرسي غلط قبل سألتك سؤال وفلت منه اللي هو علاقة الفنان بالسياسة والسياسيين عملت سياسة ولا لا قلت اللي عملته ما تسميش برشا سياسة بيتاتر أنا أنا ما نحبش السياسة وقت اللي تولي سياسة سياسية شو معناه؟ ما معناه؟ السياسة في حد ذاتها حاجة نوبل سياسة سياسة حاجة اللي تشد تشد العالم أجمع تشد البلاد تشد النهج في كل شي الجوبرنانس في كل زنقه في كل مقع يزم سيطوينتي يزم سيطوين دا شاعر اللي هو عنصر هام مك البوليتيك هذي ملك مشكري في البلاد لكن وقت اللي البوليتيك تولي بوليتيسيان ما معناه؟ تولي سياسة تخدم بها بيدها في السياسة وتسيس في روحها وتعمل في السياسة ما معناه؟ حتى اللي نولد ديماج صورة سلبية طلاعة تعمل في السياسة ما معناه؟ حاجة نوبل بفريقة ما عادش عندي ثيقة أنا واحد من الناس في السياسة مدامها سياسة سياسية انتي من أنصار أنه برشا ناس يقولك السياسة اليوم مستنقع مستنقع بمعنى ياسر فزدت معاش فيها أخلاق عافينا بين قوسين لا مش ما نظلش عادة قالوها برشا يلزم تصليح تصليح برشا نظل كل منا نظل كل منا نظل كل منا نظل على قد ما قاعدة نقرب يجب أن يكون رئيس واعي ويحب الناس ويحترم الناس وليس واحده على الفلوكة يجب أن تغرق بهم الكل يجب أن تغرق بهم الكل يجب أن تعرف بعضها وتتسامح بعضها وتحب بعضها لحظاته نمشي للمستير وتولي فخامة الرئيسة مقبل ما تولي فخامة الرئيسة شام رستم لكن تختار من الفنانين الموجودين اليوم واحد تقول هذا يصلح ولا واحدة فنانة تصلح تكون فخامة رئيسة الجمهورية شكون؟ أنا من ناحية مذبية مرأة تكون رئيسة الجمهورية مجد ما عنديش اسم مذبية تكون مرأة وعندنا نسان فنانة تراها رئيسة الجمهورية حبيت من الفنانين هكيكا شنو رئيسة الجمهورية مفنانة؟ من الفنانات اللي موجودين اليوم تنجم تراها رئيسة الجمهورية؟ لا بصراحة حتى كعبة؟ لا فرر لا وما ننصحيش ما تنصحيش حاجة مما تراهش كمبلتمون؟ لا لا على خاطر شو؟ لماذا مرأة الساعة؟ لخاطر المرأة الساعة عندها 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 أكثر التزام بالشعور بالدفوار بالأداء الواجب المرأة ديما تؤدي الواجب وديما معنتها تحس بروحها وشي اللي تعمل في قطر نشوف مرأة وزيرة المرأة كمان الدكتورة المرعي مثلا كيفاش تخدم مع الولاد صغار وتمشي تشوفهم الاخيري هي تحسها لي هي وزيرة المرأة مش بغزاو وزيرة المرأة وشوفها كيفاش مع الولاد شو تشوفها تشوفها في بيرو غديك تشوفه بالحق شكون واضح لحظات ونحتفلوا بعد ميلادك مازلنا متواصلين معكم في سهرية الليلة ووقت اللي نستقبل وبحثنا فخامة الرئيس هشام رستم فخامة الرئيس أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا وصلنا للمرحلة الأصعب في حلقة الليلة أنت موجود في مكتب الرئيس وانت فخامة الرئيس شعورك وانت فخامة الرئيس الجمهورية التونسية من مكتب الزعيم لحبيب بوركيبة هذه يهزنا الستينات على حسب ما نذكر أنا ولو أنا شفت بوركيبة راجع من غر التجوان وراجع من البرد حق الواد وأنا في القصبة مع عزيزي وكل مجانا نتفرجوا في الوقت اللي بهاتني هوني أشتكو أنك خيام بسي الضوق ساعة بوركيبة بوركتوسكي كوتنبوران معنى تواكب عصره بطريقة معنى ته عالمية معنى تشوف هذي معنى تشوف هذي معنى تشوف هذي معنى تشوف معنى تشوف أحّي ولا تشوف أحدي معنى تشوف أحدي لا تشوف أحدي لدينا أجل كان يتشوف أحدي في أوروبا وقتا ستواجد الإموبيليا كما يتصوره الرئيس لا يوجد التمثيل فما يجب أنك صراحة مع الناس الذين يتحدث معه لا يوجد وكما يجب أن الرسالة تبلغ لتوصل الإنساني يجب أن تكون بسيط وبتوضع وخطر يجب أن الحوار يكون إنساني ليس حوار منصب اجتماعي أو منصب مهني إما كومم معتها فخمت رئيس مسؤولية كبيرة معتها تصور كيشام رستم رئيس الجمهورية التونسية أنت اللي تحكم في كل شيء لا رئيس الجمهورية ما يحكمش في كل شيء لا في تونس ولا في أي بر آخر رئيس الجمهورية لأنها هي النظام الجمهوري معناتها النظام أساس متاعه هو الحكم الجماعي معناتها الديمقراطي حتى قبل ما نصله الديمقراطي معناتها الحداثة هي بنفسها من السيتي جريك اللي هي أست السياسة يقولوا المترو بوليس المترو بوليس الميجا بول البلاد الكبيرة اللي فيها نظام كامل اللي هو مبني عندنا أربع رس اللي هي تطبق فيهم الجمهورية وقتين للجمهورية التونسية مثلا تنسى أربعة واحدة من الأربع رس هما هما الثقافة والاقتصاد والصحة والتربية نحن نعود في برنامجة كما فخامت الرئيس خلينا نستوعبوا الخمسة دقائق لولا وانتي رئيس الجمهورية ونبدأ من الأول شكوم بش تجيب مدير الديوان الرئاسي معاك من معشر الفنانيين كيف تحب ناخذها أنا؟ ناخذها بطريقة جدية ونحن نقول نحكي كما السياسيين مانيش سياسي أنا مانيش سياسي أنا مانيش سياسي اي جس قرب شوية الميكروفة خمتنا رئيس جمهورية ما هيش مهنم وزير راي تجب تكون مهنة ممثل مهنة أستاذ ما هيش مهنة حتى مجلس النواب ما عندها ردوها مهنة بعدين يتعاركوا على الشهيري وعى المناصب وعى الواحد أما رئيس جمهورية وين عدوا يمشي هو الدولة اللي هي ولا الشعب ولا أنت اللي هو منصب منصب ما هيش مهنة حتى ما هيش مهنة حتى اللي يتكلم الصغار من اللي عمرهم خمسة سنين بشي قولهم ما هيش مهنة حتى 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 لأن هم نتو نحكيه على رئيس جمهورية تونس ومش ببرطوريكو دعا نتو نتو نحكيه على رئيس جمهورية تونس أه صحيح شديد رئيس الجمهورية انت توا بمضبعها انت سمعينتي خريجة فضل لا أخذ أعطينا مدير الديوان متاعك شكون من الفنانين الكل اللي اختار لنا شكون ينجم يكون يدك ليمين اللي ينجم يكون يدي ليمين أخطى كل شي غير فنان على خطرك شوفي بديما يكلوا في بعضهم أذو مش حط واحد ما بناتهم معي ما عندك حتى فنان قريب لك ينجم يكون عندك سيخة فيه عندي بارشة فنانين قراب لأما المستوى بتاعهم فوق المدير الديوان مثلا لطفي بوشناق نحطه وزير الثقافة وشوية حسنتك رجعت برشة مرات لوزير الثقافة على أساس انه ربما هذي وزارة السيادة عندك فخمت الرئيس كما قلت لك كمسؤولية رئيس الجمهورية في النظام الحالي في تونس وفي الحالة الحالية هي فيها البلاد يجب أن الرئيس الجمهورية تدوروا بش يعطي الأمل ويعطي ويعطي أفاق للناس ويعطي أفاق للجمهور وش بش يناقش هو على 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 بخي سوم السميد ولا لا يزمعه تواجهات كبيرة برجيبه كان عنده سريد كونفرانس ممتع توجيهات الرئيس ماهو سيكون مرحبات مفسية عبرات حاجات تقولها برجيبه في هذوم الخرينين بعدها سمحني كون منهم قادت عندو جملة ولا واحد كلهم يجيبوا من عند بورقيبة يجيبوا؟ من عند بورقيبة يجيبوا في الحاجات وكلهم بورقيبيين اليوم يجيبوا في الحاجات السلبية نجد نقوله في حاجات معناتها تتافى أما خذوه بورقيبة كعالم كعلمة مع المتحط فونية اللي كان يقرأ بورقيبة كان يطالع برشا ويقرأ برشا مغرب بكتوريجو ويعرف سيرانود برشوراك ويعرض سيرانود برشوراك ويحب التمثيل ويحب الممثلين هو اللي أسس المسرح حمامات مع المستشار تقول لي شخصه كان نلقى واحد كما سلسيل حوراني موجود في تونس كان سلسيل حوراني كان مستشار ثقافي وهو اللي أعطاه هالدفع الحداثة اللي خذتها الثقافة التونسية منذ الاستقلال طيب فخامت الرئيس أول قرار بش تاخدو كرئيس جمهورية أول قرار ما أنت عندي واحد بركة لعنا برشة قراراتة معتين اللولين يبكل أول قرار ما زلتك قعدت على الكرسي خمسة دقايق تظر بالنقوست قولمتو قررتو أنا فخامت الرئيسي نحب نشوف الحالة اللي عايش فينها عايشين فيها الأطفال في تونس في التراب الجمهورية لكل نحب نعرف كيفاش ولدات هذو ما عايشين كيفاش ولدات في عيندراهم يعملوا أربعة خمسة كيلومتر على ساقيهم في الثلج حفاية ما فهماش عندهم مش ميني بوز مش يجم الدار للمكتب نشوف فضاءات معنات الترفيهية اللي هي تجم تكون بيبليوتاك مش التفل صغير يعني في بنقردين يجم يقرأ ويجم يطلع على رواية ولا على حاجة ولا يتفرش في فيلم ولا يلعب وفي بقعة لبنقردين ما فهي هاش كليماتيزور معناتها فهمه برشة برشة حاجات نجمش نقول كابريس ولا كونفور لا نقول اللي فهمه حاجات بسيطة يزمها تتعالج في تونس فهيت الأطفال متاعنا فهيت اليتامة فهيت الفقراء فهيت الولدات اللي فهمه اللي عنده بش يكسي ولده بكسه وتلعيده فهمه اللي ما نجمش الى اخيري معنات فهم برشة حاجات يزمها تتعمل في البلاد هذية ونجم نقول لك اللي برنامج نجم نعم ومتاع رئيس الجمهورية مش منهر لول حتى لخمسة سنين وان شاء الله يكفي باش يتعالج الفقر واش تعالج الامخاخ متاع العباد اللي هي ما يزماش تخمم مش هيتخمم في الجاهلية يزم فوت تونس ترجع مبنية على مبادئ مبادئ هامة اللي هي مبادئ متاع التسامح متاع الحب متاع المحبة متاع الأخوة متاع متاع الأرض اللي مبادئة نصراه هي أرض محبة أرض حب وهذاك هو الأبجل يجب أن نختم على تجهيز حاجات بسيطة ماتريال لتحسن حالتهم مالخطر نحبو احنا اميليت بورامون دمايير يزم الولاد نحسوه ملتوى كمان يتوفم ملتوى مالخطر نحبو احنا تتفرش في التالب زا سيرمون ليه؟ بالكل حتى مشاعر ليه؟ بقى أنا اللي عرفتو على هشام رستوم انه مثلا ما يتفرش في الأعمال متاعه يحاول يعمل طلع على الأعمال أخرى نحاول نعمل طلع أما منذ منعش منذ 3 سنين 4 سنين يظهر لمنهارة اللي تخلي يسارقوا هاز التالب زا قلت مالا راحة ما عادش عوضتها وأنا وثناء زوجتين نتفرجوا في دي سيغين نختار واحنا برامجة حابوا نشوفوهم ساعات موسيقى ساعات كانتشوفوا محلها لما عائلية البارع لما عائلية في داري في رمضان فميش تلفزا محلها تعدد نحكيو على برشة مواضيع برشة حاجات ولا فما publicité تقص عليك ولا تدخل تدخل في فريمو حكيت بيهي مع مع عائلتك مع أخوتك مع مع خوالك مع التاراوز كل ما هو dictature سيبا بيا وقتش كنتش بشيفيك المعروف تالي ديجاج تقص علي رمضان كامل نجم كبشة في التلفزا مع انتهي المفهم برشة حاجات لا تقرر اليوم الذي يولدك لكي يجيب عشرين في المارس. وين تقرر؟ لا تقرر. لماذا؟ على خاطر هذه الإرادة لولده. كيفية مغرومه وكيفية أنت تحكي معه وكيفية أنا نحكي معه. كيفية من الثاني سدرشنوه. أم لا تقرر الولد لا تنجم يا بهم يا مسطك يا درشنوه. أعطيه يحلم. خليه يحلم اللي يقرر هو. هو اللي يقرر. الطفل هو اللي يقرر حتى كان يغلط. رغم البوفور اللي عندك. البوفور. البوفور السلطة. السلطة اللي عندك كرئيس جمهورية معك. أي شبهها. ما تستعملها في حاجة بها. كيمة. كيمة اللي حكي لنا أن تكون نقلك عليه. مع أنت فما دي فريوريتية فما الأطفال يزن نتهاو بهم. فما بعض علاج فما ناس كبار ما عندهم كباش يداوي. فما برشة حاجات في المجتمع التونسي. اللي يزيمها تخفف. من الحكاية العبادة. وبالكش زادها. ميكرو ميكرو. وبالكش الميزانية زادها. بتاع الدولة بيش ماشية في بقعتها. معانتها فهمتش. معانتها الريف يلزموا 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 يتجد. المدخل بتاع البلاد. وتشق تونس من الشمال الجنوب. بتحب أنت بلاد سياحية. كيف تشق تونس من بلاد الجنوب؟ ما عادش يقبل يا حسرة. التوريس تحطوا في بيوز تهزوا بالمطار للوتيل. وبعد من الوتيل المطار يدخل أبيض. يرجع أحمر. معانتها مصر مشوي. بالشمس وكهو. الكروكوديل. تشد الكياس من بنزرة حتى التونس. كل بلاد تدخل لها تقش عليها بلاد انروين. تشوف كان الكنتور وتشوف كان الياجور. تشوف كان الحدادة وتشوف ما يشبحتهم. وتشوف كان المشوي والحم والحمات الدلدل. تشوف كل الدخلة بتاع بلاد. تشوفوا في المغرب. تشوفوا في المغرب. تشوفوا في كل بلاد. حاجة بسيطة. وماليها يتلهوا بها. وماليها يزرعوا النوار في بلاد. وماليها ينظفوا على الكياس. وماليهم من الوحش يجي واحد يسادي. أنت كسلطة الدخلة بتاع البلاد. وماليها كلها مع ميكانيسية أو شحمات أو بنوات وواحد. لهذا تشوف في المغرب. وهذا تشوف من الامage. وهذا تشوف من الناس. حتى لو كان بلاد بسيطة يعيش على الأخر. وماليهم يساعدون تحطون له مغيرلان دمتا على الظوء. تدخل حداً كديركات بارد. وماليها بلاد هذه فحليها لكلها ضوء. كلها ألوان وكلها واحد. لا تفرج في التلفزة بالكل رغم انك تعمل التلفزة يستمع يمكنك تفرج في روحه مهم لكي تعرف ماذا عملت وماذا عملت ماذا عملت ومشي انت كوارجي عملت ماتش نعود نتفرج علي بشي تشوف تعود نتفرج علي نهار تقصر بشي تفرج علي كل حلقة فيها حاجة جديدة ليس لما ماتش هذه كالجمهور لتشوف زمالك ما عملوا عالقل ابدعوا انت خير منهم هم خير منك لا يوجد مسابقة قبل كنت نتفرج كما كما للسيبرتير في الستاد نبدأ ما تدخل ما تفرج نعم ما الذي تفعله؟ كان أنت لم تفتنت في الغلاطك وتتصور، سمحني فرحة وتعلم الصناع، ما الذي تصوره تتعرف الغلاطك وتفرج في الآخرين، لن نتبادل معهم، لن ندخل فرد الجو. وبعد المونتاج والموسيقى أول واحد يقول لك ساعات فرش في المسلسل وضعه تلمان دو موسيقى على اللي ماشي يكسر لك خرايمة، يعني عيف روحك المونتاج ساعات خير، يصوره مسلسلة حتى الليلة رمضان، الليلة رمضان يبدأ يعمل في المونتاج ويعدي في الحلقة الثالثة ويبنتي في الرابعة، ما الذي يسمح؟ لا أعلم أن يحب المسلسلات التونسية دائما تتعمل بالصنعة هذه العادة السينما فن، المسرح فن، وإلا يسدي مش لازم هذو ما الكل، يعني أنت كان عندك دور بيشتخدمه في المجتمع بالمجد، رغم ما فهماش كان الفن، ما فهماش كان المسرح، وكان التلفزة، وكان السينما نحكيه شوية زاد على هشام رستم اللي يخدم البرم بالتلفزة والسينما، يخدم برشة مجتمع مدني، مساعدات، نعرف اللي عندكم سام دي بخوشان زادة صهر يا باية في سيدي عامرة، نحكيه عليها بعد شوية، أما هشام رستم الفنان مع أنتها لحقيقة اليوم عمل الاسم اللي يخلاه في مرتبة تقريبا من المرتب الأولى، مع أنت ما ينجمش حتى حد اليوم يشكك في إمكانيات هشام رستم في قدراته، سواء كان على مستوى التمثيل وإلا حتى على مستوى الحضور، فهذا ما صنعتوش من منطلق هالنقد اللي كنت تحكي عليه إنك تتفرج وتقول كان عملت هذه مشاكة وكذا، سمحني كان نخذها من زاوية تيراتير اقتصادية مثلا، الممرثل حاجته بشيخ دي، ما كولي، أما عمالي كبر في العمر، فور الفام، سي انكور بير، ما أنت المرة تصل أقريبا 40 سنة، ما عند كان الدور العزيز، سيساء لك، سيبا نرمال، سيبا نرمال، والراجل كيف كيف، دونك يوليوا لدوار الرئيسية لدوار كبيرة، فيها أكثر ممثلين من من الخمسين دولوطة مثلا، عمالي تفوت الخمسين والستين وتصل السبعين، وفوق السبعين، تقولي الأدوار تقل، تقولي ما أنت، وكي أنت اسمك كبير ما شاء الله، والأدوار صغيرة، تقولي في ذهن بعض المنتجين والمخرجين، يقول لك فما تحطي شيء، مرسنا في دور صغير، لماذا لا يكون الدور به؟ واقتصادين ينزل مني نخدم، يخش به هو التلفزة معيشية، مع أنت مش واحد، مع أنت هو تركيبه على الأساسي شيء، مش بشكل من التوار، ما أردني ما متطوع للواحد، فهمت، لو كانوا متطوع، هن خير متطوع كما أقول أنت، العمل اجتماعي، الأكسين سوسيال، نعاول لوليدات، نعملوا ورشات، نعملوا مهرجين روحانيات، نعملوا واحد النور، نعملوا مهرجين، نعملوا مهرجين، نعملوا مهرجين، نعملوا مهرجين، نعملوا مهرجين، وإن سيدي عامر كما قلت بليك، لم يكن تطعروا إلى الـ 27، نولد، ومعنا في الفرن، لا ترسموا لهم ابتسامة على وجوههم، حكينا، حكينا عليها سيدي عامر، جمعة جاية، سبت جاية، ليلة 27، تناسب 31 مايو، في سيدي عامر، في الساحلين، فهمة زاوية كبيرة، وزاوية هذيك، نعملوا، نعملوا برشة ناس من سيدي عامر، يمشيوا، يزوروا برشة غدية، ويمشيوا، يعملوا لمات، ويعملوا إفطار لناس الكلة لآخرين، نحن قلنا هذه المجهودات الكبيرة، هذه اللي عملوا فيها عدة جمعيات في سيدي عامر، وفي مستير، وفي سوسا، وفي برشة بقايع، قلنا نحن لماذا هذون ما نلمدهم؟ مش نعطيوهم صيغة إعلامية، باش نحسوا التونسي، اللي راهوا التونسي اللي قلوله الفقير، راهوا ما هوش في حاجة في إعانة، راهوا في حاجة في تعامل، راهوا في حاجة في قسمة، وربضان هو شهر العطاء، الشهر ينتج بتقصف فيه، دقعة منها التظاهرة، اللي هي مدة الليلة 27، ونهار 27، مش نعمل ورشات للأطفال، ورشات بتاع يوغا للأطفال، مش نعمل ورشات بتاع الكاليغرافيا على الجدران، مش ننتهروا الـ 27 وليد، لبينا إمكانيات مش نجمون، نعملوا ميدة إفطار لـ 120 شخص في سيلي عمر، ومش ننتهروا الولدات، مش نكسيهم كساوي العيد، وكادوات إلى آخره، وعملنا إعلانات في الإعلام، وحتى من عن طريق الـ ريزو سوسيو وفيسبوك، مش أكثر ممكن الناس تجي، وتجيب كادو للأطفال للعيد، ولا للطور، معتها محلولة للناس كل، حاب يجي يحطر يساهم، محلولة للناس كل، محلولة للناس كل، بعد الصهرية، معنا أننا مش نعمل في إفطار الـ 120 شخص، في فترة ذلك اللي يتمكن البقعة، 120 شخص، ملغو دويك، مش ننتهروا الولدات، مش نعملهم حفلة، وفي الإفطار، مش نعملوا، مش نعملوا صهرة، في عمام ريت سيدي عامر، حفلة كبيرة، وطور، ما هو اللي يخلي هشام رستم معتها يميل للحكاية هذوما، يقربوا لهم؟ نعرف كلينتي مساهم برشا في الحكاية هذوما؟ على خطر، والله، منعش، منعش دراء واحد يجب يدخل في تفاصيل، تفاصيل شخصية برشا يمكن، أما أنا نحس نحن برشا على اللي ما عندوش، يمكن تربية من عند والدي، من عند والدي، اللي هما معانتها البابا حاج وأمي حاجة وأمي متوفية، مشت الحجة توفيت في مكة، معانتها هذي الكل نحس بحاجات اللي إحنا من الظغرات ربينا فيهم اللي أنتي يزمك تعاون لآخر، وما تجمش تخمم باش تاخو قبل ما تعطي، ينزمك تعطي، ومن بعد ربي يكثر عليك خير وكان حب، لكن العطاء، والزكاة، والواحد تصدق، والواحد الكل، مش هذا كبرك، تسخف على الإنسان، تسخف على الأولاد صغيرة، تشوفه ماشي حفيان في الطبعة أو في الثلج، مش يمشي للمكتب، تسخف عليهم، وماذا بيك، تضحب من الكرم، وتعطي صباتك، تضحب من الكرم، وتعطي أحواجك، لكن هذه تعملها مرة، مرتين، ثلاثة، وبعد خمشة سنة، سبعة سنة، تشوف في المنظر هو بيد، تقول واحد يلسم كمام، أنا بالنسبة لي، لانا ماذا بيه سنان عندي رمضاني مع سيدي، أولاد سيدي عامر بيتوك، مع أولاد مفيدة، باي زريقي دي، باي، الرئيس، ولا فخمت الرئيس، هي شام رسم، صحيح، أرجعنا فخمت الرئيس، مع أنه فخمت الرئيس يدخل في حيثيات العائلية، يحكي على حياته الشخصية، يحكي على علاقاته، يوري حياته كاملة؟ لا، لا، الرئيس الجمهورية قلت هو أفكار، صور، يسبقها بعيد، يلزم ويقرب للناس ويسلم عليهم، ويحكي معهم إلى خير، ويحكي أعطيهم دروس، ويجم يتخل في عائلتهم، يجم يتخل في عائلتهم، لكن، توليدها مرحلة، توليدها ديماجوجية، يعمل على زكار دستاء، وفرانس، يجنيه، ويجمع دجناء، دكتور، سابق، ويجمع، ويجمع، ولكن، لا، الرئيس الجمهورية، يجب أن يكون فجور أمبلماتيك، يجب أن يكون، لكن، مهم حضور السيدة الأولى معا، أي، لا يعنيش السيدة الأولى، أنا، 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 مذبية مرأة، تشد رئيس الجمهورية، في تونس، ومذبين، نخلي بقعة تتواجيب مرأة، ونخليلها بقعة تونسية، ما عندك مشكل، ما عندك عقدة أن المرأة هي التي تنجم تحكم غدوة تونس، هي لزمها هي تحكم تونس، خطر هي عندها القدرة، هي عندها التجربة، هي عندها الإحساس، سمحني، شوف عد المجرمين، لكل حبوزات، بايش معا بيها، الأنثى ولا بذكر، بمعنى أن المرأة قادرة خير؟ القدرة عند ربي، لكن تجم أي خطر، أعطت، 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 أعطت الأنرجية تونس، كمها إنجرة تونسية، هل أنهم أنه مجرمين بشكل مجرمين، تونسية تونسية، إنها أجربة، تونسية مجرمين. لا تعرفون أن أعطينا تونسية وغيرة، هناك أجربة، وعليسة، وصفونيس، نحن أن الكمبيانчان، وحتى الرد الحدد، وحتى الإطارية، يمنحون الضرب من هذا اليوم. نحكي على وضع البلاد عموما توا، فخمترئيس، من منطلق أنت الفنان، تونس اليوم كيف اشترى فيها بالحق؟ ما نحبش نكون سلبي على خاطر من الأسباب الحالة اللي فيها البلاد هي اليوم الإحباط جاية من برشة أفكار وصور وكلمات سلبية يلزم هذا الكل يتقلب ويولي إيجابي. أما تولي إيجابي مش معناتها بش تكذب عن الناس. كل الإيجابي معناتها تقول لك عليش تخمم في الخائب؟ تخمم في البيه؟ تخمم بش تنجح وتخمم بش تحرق. تخمم بش تكون دايما فايق فايق بش تعاون غيرك. مش فايق بش تسرقه فايق بش تساهم باللي تنجم مش مش تكذب مش مش تحايل. معناتها فهم برشة حاجات الانسانية يتعلموا من الولاد الصغار من الهوما في المكتب وحتى الواحد. أنا نجم نقول لك اليوم يزمنا نخدم على الولاد من الاربع خمسة سنين حتى الثمونتاش سنين. على الجنرation جديدة. الجنرation جديدة. هذي كي يلزم تخدم. الأخرى فهم ليجب يتعالش وهم ليجب ليجب يتعالش فهم البخيل فهم ليه حب فهم ليه ما يحبش. فهم برشة ناس فايقة ومخلية روحها ماشي هكاكا. ومشتج بتلقي داي موتيف دو كولاغ ومتاع غضب ومتاع لكن دور الحكومة دور الناس اللي تحكم البلاد دور الواحد اللي تزينها اللي لازم تكون حلوة. الناس يلزم مش معقول تونس في القرن 21 اليوم الناس بتطالب عندها ولا ناس بشتاكل. أضمن على أقل الكل تونسي يبات متعشي. الكل طفل تونسي يقرأ مرتاح ويداوي مرتاح وكل إنسان كل تونسي متقعد ولا خدام يجب يكون عنده راحة البال في الصحة وبالكاليتين الباية. ما معناتها؟ الصحة اليوم في تونس قلية تمشي لسبيتار غنية تمشي لبالي الدولات. بانورمال. هذه اللاجيتيس اللي نثور عليها اللي تخلالي بازالي عندي غضب والغضب هذك يجب أن نستعمل لكي نقول الحالة بتاع البلاد ما هي شي حالة جاية بالكون اللي خلقتها. هذا هي شي مرسهم يقرأ له حسابه في أعماله مثلاً وقت اللي يخترحوا عليه أعمال يحب مثلاً أن تكون في مرسائي بإمكانك 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 عندك موصف واضح. ليس نقول أنا خطر ما حبيتش عملها. ليس معناتها السيم الفهري اقترح عليها تفضل وقلت لا وقت اللي هو قتل الشريف بالنسبة لنا وفات الحكاية وتفرهت قلت فهمت بإمكانك معناتها لخاطر ما حدش عندي إدانتيفكاسيون مع الشيطة. ما هو اللي قلقك في ولادة مفيدة بالذات؟ ليس في ولادة مفيدة فقط اللي مخلقني قلت اللي هو المناخ السلبي العايم على البلاد والصورة عندها أثر كبير في الإحساس بالعباد ما تجمش أنت تنقض العنف بالعنف ما تجمش تنقض الكروهية بالكروهية تنقض الكروهية بالحب تنقض العنف بالسلام بالاختيارات بالكلام بالكوتر بالانس هذه الافيولانس وقلتها مراية ومبعد تزيد تطيح للقاية يقولوا هشام ولا يتكلم هك على خطر تقتل في المسلسل هذا وخرج من اللعبة ماذا نقول هكيك على خطر رسمها؟ على خطر تقتلت وعلى خطر ما عايش عندك دور فيه يخوي أنا منعنش كتحب تقول الحاجة منعنش منشكر سامي الفهري اللي منعني منها معتها بالعكس شفت حاجة به أنا كمنعت منبقية الأجزاء بالطبيعة ومش حكاية منافسة مع حاجة أخرى هو من الأول من اللي عملنا تاج الحاضرة حاولت بأكثر ما يمكن مش نقنع السامي الفهري اللي هذك هو الأعمالي اللي تعمل اليوم في تونس هي أعمال كما تاج الحاضرة وبعد على رمضان وفي رمضان أنا أعمل حكاية أخرى أعمل كوميديا أعمل حاجة أما راهوا تحب تعدي مساجة تاريخ حاجة ما هو شو رمضان الناس بجلد له هي برشة في الماكلة نهار تلي رمضان يولي بالمجد الشر بتاع بتاع وتعطي غيرك وتفرح ولاحد وقتها تجمت تحط لهم حاجة ثقافية كبيرة تاريخية فيها عبرة تحكي على بالقلدون وتحكي على الدولة الحفصية والتي تحب أنت ما دائما تونسي المشاكل كل حاطتهم يحط في غيظه في الماكلة ما يجمش يلقى حلول هو يلقى الحلول كيفية تشوفها البلاد نشوف التوانسة رأي البلاد جنة نشوف التوانسة كيفية يخلقوا فيها حاجات لرواحهم تخلق فيها حاجات الروحك اللي هي حاجات سلبية أخلق حاجات إيجابية ما شاء الله مستير صوصة جوهرة جنة أنا نسكن على البحر في المرسى كل صباح نقوم بوجوه الصباح نبدأ نقول ما شاء الله عايشين في جنة ما شاء الله من الناس تلوح في البلاستيك في الشط كيفية تشوفها البطي الله جميل ويحب الجمال أنت كانت تحب ربي وتخاف من ربي ما تلوحش دبوزة بلاستيك على الشط خطر إذاكها ربي خطر إذاكها جمال الله دبوزة لا تحترم فيه أما تقوله القلل قلل ونخطيك ودري أن ما واهة ما هو الناس يمشي الحب يمشي القلب يمشي مع الناس لماذا رئيس الجمهورية يجب كل وزير يجب كل حكومة نقول لك شيء عندي اقتراح من عشك ان يقبلوها التوانس او لا يعملوا ريفيران دوب ولا من عشان نقترح على كل حال الحكومة ينزمها تعدي كل شهر في في ولاية عدنا 24 ولاية 24 شهر الحكومة ينزمها كل شهر تعدي في ولاية وتدرس الموضوع بالضبط في الولاية هذيك ينزمها نقبة نقبة حفرة حفرة الزنجة الزنجة ماهو الحاجات من الولاد الثقافة ماهو الحاجات الترمي ماهو الحاجات الصحة عالج وشوف الامكانيات وبعد تمشي وتخلي الناس ديز اكسپيرت ديز جان كمبيتون اللي يمشي وتعملها كاك الاساس بتاع الثقافة بعيش السياسة السياسة هي اساسها الثقافة رأوا لماذا الثقافة بتعدي سياسة باي هكا تشوف السياسة في تونس اليوم قش عليها عروشية شوف التلفزة شوف اللي ذاعة شوف الناس ناس حائرة تحب تعبر على نفسها معاتش تعرف وين تحكي معاتش تعرف بايش كون تتكلم والناس كي يجيوا يعملوا حوار في التلفزة يديوا يسيبوا في بعضهم دون كذير كله ويجبوا يتبدل بابا الغالي نشوف زادا في دور الفنان اللي بعيد على السياسة يقول لك خطاني مدخلني مانا تحبش نتحسب على إيكس ولا إجريك ولا زيت ما ترىش انو زادا هذا ساهم في انو السياسة تكون هكا سيشين لا اذيك دجا تلعينا منها من وقت بن علي اي واضطرف واضطرينا فيها برشة برشة ثمانين رانينينا احنا مع بن علي شمين بن علي تونس كم لكن تخدم مع بن علي يزير ومن ريا كان يخدم مع بن علي ورطفي بوشناق وصونيا مبارك ويشام رسلم ودرشنون كان يخدم بن علي كنت عندي شهرية من عنده عندي محلوة عملت ثقافة عملت مسرحيات عجبت رئاسة الجمهورية عطته امكانيات مش عملها ولا عطته نشان مش عملها ولا عطته درشنون ووقت اللي انت تخط في حالة اللي في بلادك تختار ما بين الارهاب والنظام ايش تختار ايش تختار اكيد النظام ايش تختار نظام وقت سيب بن علي شو دي زولي وبعد ومعادش بن علي معادش بن علي وين هو نظام اليوم مش نكون مش كونه نظام اليوم ديمقراطية الشعب بن علي فلت الفرصة كما فلتها برقيم بقى عندنا زوز بقى عندها بورطو بشي مركيوه ما مركيوش على خطر زوز بن علي شاطر البرة وهذه الشاطر في السماء على خطر المعاملات متاعك ما هيش مثالية انت كانت حابة خير لبلادك وبعد حتى شك اللي بن علي ومرجيبه كلهم حابوا خير لبلادهم اما اما تعامل انت انسانيا في معاملاتك وكل كمثال كمثال كمعشك كميش تسميوها كصورة اللي هي تجم تكون محترمة باش الناس تقول اي نجم مش لا من نجم اما انتي معانو الفنان يدخل الحياة السياسية ولا ليه علش معانو يناقش على خطر سياسية معتنجيب فنان يحكي سياسة سمحني يدخل في الحياة السياسية حاجة عما انتي تنوي يدخل في حزب انا ماننويش يدخل في حزب يلزم يدخل في الحياة السياسية خطر هو عنده نظر على المجتمع الحياة السياسية ما هي ملك حتى حد ما يملك حتى حزب الحياة السياسية تهم المواطن التونسي كل مواطن التونسي والحزب على خطر يفقد يفقد المصدقية متاعه إذا كانت حر في كلامه الإنسان عنده اختيارات إذا كانت حر الوقت لهذا كانت حزب البلوت كان فنان نموت على البلوت وأنا أحب حزب البلوت ويدخل ويشد الحاكم حزب البلوت وأنا نشدد وزارة وزارة الطافة وحزب البلوت تدرش نواء والكل وبعد نشوف هذا كان يكذب على البلوت ما نقعد معها ونواصل ولا نقول لا يا أخوة في بريش بيكا كاكا سمعني أرباري مرسي لأنا نقول هكا أنا جسوي جسوي كونتر جدي كجسوي كونتر المشكلة مع ابن علي ومع بورقيبة قال لي وقت اللي الفنان يقول أنا مانيش موافق حاوة رأي يخلقوه يجوعوه اليوم كيف كيف اليوم موجود نفس الشيء بطبيعة بعد ذلك هذا اليوم ديمقراطية نورمال مون نورمال مون الديمقراطية فمش كون يزمو يدافع عليها أي الناس اللي قادة دافع على الديمقراطية لها بحاجة خارج بش لها لها بالمناصب وبالكريسي وبالشهاري وبالامتيازات وبالمرشي وبالكوميسيون عندك أمل أنه البلاد هذه باش تكون خير باش تكون خير أي وهي خير سياسيا واقتصاديا هي خير هيا خير هذك الأمل هذك هذك أنا نحكي يا كيكا أنا راني جو سوي أنا ماذا بي الأملة هي نوزعوه عن الناس أنا ماذا بي الأملة هي نوزعوه عن الناس أنا أنا نعينا 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 نحن كما أن الناس في الحسن، المركز علىهم. البعض السبب جهزوا. لهم يحلبوا معهمة النمكانية لا يحبوا. حالة النمكانية لا يحبوا. السبب هو الحجم للهجم إلى الملاد. هذا ليس حضر ان يجبNph ان يجبها. لذلك يجب أن تجبه في الهواء. اضعوا ما هذا هو السليح. السليح واجبه يجب أن تجبه في الهواء وإبطاء اللي أجلب الهواء. وانا نمس عشرة أطفال في سيدة عامر خير لما نمس زوز ملايين متفرجين بمسلسل يظهر لي مهم أنك تمس زوز ملايين وثلاثة ملايين وثلاثة ملايين وثلاثة ملايين ليس معناتها بطلة التمثيل أنا أحب أدوار بها مع الناس أحبهم في سيناريو صحيح في رسالة في حاجة التي تكون فخور بها أنا ساهم لنبلغ هذه الرسالة ليس تتهمش الذي هو على الهامش وتتغرق الذي هو في فرفة الماء وتتجوع الجيعان تتمنى دور الرئيس؟ تتمنى تمثل دور الرئيس؟ لماذا؟ لماذا فخمت الرئيس؟ لخطر ديما فيه ريفيرانس ديما فيه ممثل حر البرسونال جيبانا شفيق الحذق عمرك ما شفت في حياته دي شبيعة الحذق ومنطن يشبه لخمسين ألف تونسي والشريف كيف كيف دي شبه يمكن أكثر من مليون تونسي وكانت تحب تمثل أدوار تشبه لتونسي برشة؟ تحمل تمثل أدوار اللي موش الشخصية اللي هي تتقمص شخصية ببليد وشرير وحده كله يعود والمسلسلي عادي في رسالة نحب نساهم في إرسال رسالة سلام نحبش نساهم في إرسال رسالة تشويه وإحباط وكروهية وإلى آخرية أحدا ينزمنا الحب تونس حاستها بالحب تونس حاشتها بالمحبة باش تنجم تفيق وتقف على سقيها فخامة الرئيس لو كان يقولو لك إنه مدة الرئاسة متاعك اليوم توفى في اللحظة هذي توفى شنوت نجم تقول لشعبك لأنه باش نختمو الحلقة نجم نقول راهو بقعة هذية متاع الرئيس يسمو واحد يتمنىها وقتلي عمدو مشروع بش يبلغو ويسمو في أقربات وقت يخرج منها الله خطرها حصيلة الحصيلة خطر وقتلي أنت تعمل حاجة لرب مثلا تعملو من غير إيجوه تعملو لله كما نقولو تعملو لله في سبيل الله من غير حسابات من غير حسابات رئيس جمهورية كيف يسمو يتمنى ويعمل حاجات من غير حسابات لكن من بعد بطول المدة يسمو اللي جوه بتاعه يقوي يقولي أنا وأنا عملت ويخزب هو بروحه ويخزب هو بروحه ويخزب هو بروحه هو وعمل كل شيء هيتعرش كيفاش رئيس جمهورية كما يعملو مثلا في سويسرا يبقى عام عام بلغ جماس في زن فرحانين برشا منك جيت بحذينا شكرا فرحانين برشا برشا والحقيقة يزمني نقول للناس انه هشام رستم من الناس المتوضعين برشا من اللي يكلمنيك قبلت الدعوة وجيت بحذينا شكرا لك يعطيك الصحة نقولوا للناس إن شاء الله صحور طيب ونتقابلوا في سهرية أخرى من فخامة الرئيس فخامة الرئيس يعطيك الصحة هشام رستم رمضانكم أحلى على جوهر إفام اشتركوا في القناة